السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله نهاركم متابعين الكرام إذن جديد التحديثات للنماذج العالمية حول المنخفض الذي سيمس المناطق الجزائرية ابتداء من 12 شهر فيفري 2019 متابعين الكرام المنخفض سيدوم لعدة أيام بحول الله تعالى على كل المناطق الشرقية بالإضافة إلى المناطق الوسطى المناطق الغربية غير معنية بهذا المنخفض متابعين الكرام حسب التحديث لنهار اليوم سأعطيكم الولايات المعنية بالثلوج بحول الله تعالى الولايات هي ولاية باتنا، ولاية برج بوراريج، ولاية الصيف، ولاية بجاية، ولاية جيجل، ولاية قسنطينة، ولاية خنشلة، ولاية تبسة، ولاية سوق هراس وجنوب ولاية قلمة، ولاية عين البيضة، ولاية أم البواقي، ولاية ميلة متابعين الكرام هذه قائمة للولايات المعنية بتساقط الثلوج بحول الله تعالى ابتداء من 12 من شهر فيفري 2019 بحول الله تعالى سنوافقكم بجديد أحوال التقص وسنفصل أكثر في نشراتنا الجوية القادمة فيما يخص هذا المنخفض القطبي بحول الله تعالى فقط كونوا معنا متابعين الكرام وتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته